موسيقى نساؤنا تسبى وتباعوا في سوق الرقم أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ضبح الشيئة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح لزيدين موسيقى مساء الخير سياسية برلمانية عراقية لمع نجمها في الخامس من آب عام 2014 حين توجهت بكلمة ارتجالية في مجلس النواب العراقي لنجدة المواطنين العراقيين في سنجار بعدما استباحها داعش فاستباح المكان والإنسان فيان دخيل ضيفة خاصة في هذا اللقاء فأهلا بك في تلفزيون الآن سيدة فيان تحدثت بعد يومين أو ثلاثة على احتلال داعش لسنجار الآن بعد أيام قليلة على تحرير سنجار ماذا تقولين؟ شكرا لكم طبعا على هذا اللقاء وبعد أيام قليلة من تحرير سنجار وبعد عام ونصف من احتلالها من قبل داعش نقول الحمد لله أنه مكننا ومكن القوات الموجودة هناك بتحرير سنجار ولو ما شفناه من صور مروعة جاءتنا من هناك أنه تحولت هذا القضاء ولو كان يعتبر أفقر قضاء على مستوى العراق ولكن تحول خلال هذه الفترة إلى مجرد ساحة للأنقاض وأرض محروقة تهدمت المنازل سرقت المحتويات لم يبقى شيء داعش عندما احتل سنجار اختصب الأرض والأرض وترك المدينة وهي أنقاض نعم يعني ربما أو بالأحرى الحقيقة الصور توضح أن ما جرى في سنجار لأننا نستطيع أن نرى ماذا فعل داعش فيها هو أكبر من المدة الزمنية التي احتل فيها المدينة حجم الدمار كان صعب أن يتحقق في مدة قصيرة كهذه رغم مأساتها ولكن أريد أن أعود إلى تلك الأيام أين كنت حين علمت باحتلال سنجار؟ كنت يوم احتلال سنجار يوم 2 أغسطس 2014 كنت في البيت في أربيل نعم في نفس اليوم توجهت إلى بغداد لأنني فكرت أنه إذا ما توجهت إلى الناحية الأخرى ربما لا أستطيع الفعل شيء توجهت إلى بغداد للبعثات الدبلوماسية والسفارات العالمية الموجودة وللحكومة العراقية حتى أستنجد بها لمساعدة أهل سنجار فبقيت ثلاثة أو أربعة أيام وأنا أدور على هذه السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات وأتكلم مع أناس لكي أستطيع أن أجمع تأييدا وحجدا لمساعدة الناس في سنجار نعم بعد أيام قليلة تحديدا في الثاني عشر من آب أغسطس 2014 كنت علامة مروحية لإسقاط المواد الغذائية للأيزيديين المحاصرين من قبل داعش وسقطت هذه المروحية حمدا لله أنك نجيت هل تعتبرينها محاولة اغتيال لك؟ لا أنا ذهبت إلى هناك لأخذ مساعدات لأن كان الناس في وضع مأساوي جدا بدون ماء بدون طعام خائفين بدون ملابس كنا في شهر آب الجو الحار جدا كان هناك ناس تموت من العطش فحاولت أن أساعد بأنه أنقل بعض المواد الغذائية والطعام والماء إلى هؤلاء الناس وإجلاء قسم منهم سقطت المروحية نتيجة لخلل في التوازن لكثرة العداد اللي حاولوا أن يصعدوا إلى الطائرة لإجلاءهم فلا أعتقد فلم تكن محاولة اغتيال لا كان قبأ وقدر الحمد لله على السلام وللأسف أن آخرين كانوا على متن هذه المروحية قضوا في هذا الحاجر نعم استشهد الطيار قاعد الطائرة نعم سيدة فيان توجهتي كما قلت فورا إلى الحكومة العراقية هل أنت راضي الآن بعد سنة ونصف تقريبا على تصرف الحكومة العراقية جراء ما جرى في سنجار وغيرها التي تخضع لإحتلال داعش نحن لا نستطيع أن نقول نحن راضين أو عدم رضا للحكومة العراقية أنا بالتصور الحكومة العراقية حاولت أن تفعل كل ما في وسعها ولكن هذا الإرهاب بهذه الشراسة الموجودة في المنطقة وربما كان صعب على الحكومة العراقية أن تجابه كل هذه الأعداد أو هذه الحدود العريضة مع داعش هناك حرف في الأنبار في صلاح الدين في نينوى في ديالة في مناطق أخرى في سنجار لهذا أعتقد أن الحكومة العراقية حاولت بذل ما في وسعها رغم أن هناك ثلاث أو أربع محافظات قد سقطت بيد داعش ولكن عدم الرضا عن الحكومة العراقية وأنا دائما أذكرها وذكرتها للدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء أيضا عدم اهتمامهم بالمخطوفات الإيزيديات نحن نعلم أنه حصل هناك اختطاف لعدد كبير من النساء الإيزيديات لم نجد أي مبادرة أو تعاطف أو أي شيء من هذا القبيل من الحكومة العراقية سنتحدث بالتفصيل عن موضوع الإيزيديات الإيزيديات الذين يفوق عددهم الثلاثة ألاف ولا يزال حتى الآن مأسورات لدى داعش هذا ما كان باليد حسب ما فهمت من حديثك بالنسبة للحكومة العراقية ماذا عن المجتمع الدولي؟ أنت توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بكلمة وركزت فيها على موضوع الأقليات في العراق وأيضا طلبت أربعة بنود هل لك أن تذكرين بها؟ طبعا الأمور التي طلبناها من مجلس الأمن ولو كانت هذه البنود نطلبها ربما نضيف عليها القليل أو تحدث قليل منها ولكن نطلبها دائما في كل مؤتمر وليس فقط في مجلس الأمن لأنها نعتبر هذه أمور أساسية أولا الإسراع في هذا الكلام أنا ذكرته في مجلس الأمن قبل سبعة أشهر تقريبا الإسراع في تحرير المختطفات اليزيديات بأي طريقة ربما أحد يسألني كيف هذا ليس أملي يجب أن يكون هناك استراتيجية حربية عسكرية سياسية تفاوضية ولكن نحن نريد تحرير هذه المختطفات اعتبار ما حصل اليزيديين على إبادة جماعية لأن فعلا إذا ما نظرنا إلى بنود الاتفاقيات حول الإبادات سنجد أنها كلها تنطبق على ما حدث في سنجار والليزيديين أيضا نحن طالبنا بأن تكون هذه المنطقة منطقة بها حماية دولية حتى لا يتكرر مرة أخرى ما حدث لليزيديين والأقليات بشكل عام إضافة طبعا دائما نسعى إلى طلب المساعدات الإنسانية ولحد اليوم لأن لدينا أكثر من مليون وسبعمائة نازح فقط في إقليم كردستان نعم بالنسبة للنقطة الثالثة الحماية الدولية هل تعتقدين أنها تتوافق مع حرية وسيادة الدول؟ بالتأكيد إذا ما نظرنا إليها من الجانب الآخر أنه ربما تلامس السيادة العراقية أنا كنائبة في البرلمان العراقي صحيح أمثل المكون اللي يزيدي ولكن أعتز بالوطن الذي أنتمي إليه ولا أتمنى أن يكون أي شيء يخرق السيادة العراقية ولكن في نفس الوقت يجب أن ننظر إلى الجانب الآخر أن الأقليات شردوا وقتلوا وذبحوا تحت هذه السيادة العراقية ولم يتمكن أحد من مساعدتنا وأوفع الشيء أنا لا أقول أن تأتي قوات أجنبية وتتمركز في المنطقة لا بس الأقل أن يكون هناك ربما حضر الجوي على هذه المنطقة ربما يكون عدم تمكين الناس من استخدام أسلحة قوية ومتطورة حتى لا يتكرر ما حدث من يضمن لنا الآن إذا ما أنا حثيت أبناء شعبي الأقليات سوى مسيحين يزيدين شبك للأودة إلى مناطقهم كيف سأعطيهم الضمانات ما حدث في العام الماضي أن لا يحدث العام القادم سيدة فيان لنبقى في نفس النقطة هل هذا الطلب الذي توجهت فيه بمجلس النواب لا قصدا سواء إيجابيا أو سلبيا من قبل الداخل العراقي قصدك مجلس الأمن نعم وقت كنت في مجلس الأمن وتقدمت بهذه الطلبات كان هناك ولا يزال حتى نكون أمينين في النقل المعلومة هناك تعاطف كبير من قبل أبناء الشعب العراقي ككل مع الأقليات وحتى زملاء أعضاء مجلس النواب لم يكن هناك شيء بالضد جدا على ما تقدمنا به بعض الملاحظات ربما كان هناك بعض الملاحظات كان هناك بعض عدم القبول من قبل بعض الأشخاص ولكن هذا لا يعني أنه ليس لنا الحق في أنه نطلب الحماية في المقابل أيضا طالبت بفتح باب الهجرة سندخل في هذا الموضوع لو تكرمت سيدا فيا ندخيل بعد هذا الفاصل تفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمتابعة هذا اللقاء الخاص مع البرلمانية العراقية سيدا فيان دخيل أهلا بك مجددا قلنا قبل الفاصل أنك كنت من دعاة فتح باب الهجرة للأقليات العراقية هذا ما هو برأيك سيؤثر بالفعل على الداخل العراقي يعني إفراغ الوطن العراق بكل تاريخه من هذا المكون الرئيسي الكلمة كانت بالنص أنه أنا لم أطلب بفتح باب الهجرة لكل الأقليات لا ولكن هناك ناس تستحق فعلا أن يكون لها أن يساعدها الغرب مثلا الناجيات من قبضة داعش لدينا عدد كبير من النساء استطاعوا الهرب أو الرجال أو الأطفال ولكن يمرون بحالة نفسية شديدة وصعبة للغاية وللأسف ليس لدينا لا مراكز ولا إمكانية لمعالجتهم داخل العراق فطلبت أن يكون هناك فتح باب اللجوء لهؤلاء وفعلا هذا حدث يعني الآن ألمانيا لها مشروع بأخذ ألف فتاة تعاني من حالة نفسية شديدة لمعالجتها في ألمانيا أيضا من فقد كل أهله وعائلته وكل شيء يعني هناك بعض الأشخاص اتصل بشخص قبل فترة قال أنا فقط من عائلتي أولادي وأحفادي ثمانية وستون شخصا وبقيت وحدي هؤلاء يحتاجون إلى أن نعيد تأهيلهم حتى يستطيعوا العيش وإلا سيتدمر يعني أحيانا نحن نفقد شيء بسيط ربما نعاني فما بالك من فقد أهله وعائلته وكل ما لديه لهذا أنا طلبت للحالات الخاصة أن يكون فتح باب الهجوء ولكن لو سألتني هذا السؤال اليوم أنا لست مع إفراغ العراق من هذا المكون والعراق جميل بهذه الفسيفساء من التنوع الاجتماعي والديمغرافي والإثني والتقاليد ولكن لا أستطيع من أحد أيضا من أنه يتوجه للخارج لأنك لو نظرتي إلى الحالة المعيشية التي يعيشها هؤلاء الناس في المخيمات تحت خيم من النايلون إذا ما أمطرت السماء تنطر عليه وعلى أطفاله لا أستطيع أن أقوله إذا قال لي طفلي حافي أو ابنتي جائعة أو زوجتي مريضة ولا أستطيع أن أعالجهم ماذا سأرد؟ نعم للأسف أصبحنا نتحدث اليوم بالعرق بالقومية بالمذهب حتى وليس فقط بالدين ولكن عندما تتحدثين عن الأقليات التي لاقت ظلما من داعش أسمحي لي أن أتكلم بالأمر بتعريفه الحقيقي ألا تعتقدين أن التطرف لا دين له وبالتالي داعش يحارب كل الأغيار بالنسبة له يعني حتى السنة لاقوا إجحافاً وتعدياً واحتلالاً من قبل داعش لمجرد أنهم ليسوا معه ألا توافقين الرأي؟ نعم بالتأكيد وإذا ما رجعت إلى الكلمة التي ألقيتها يوم 5 آب 2014 قلت في كلمتي داعش ذبح العراقيين ذبح الشيعة والسنة والكرد وذبح المسيحين والتركمان واليزيديين ولكن إذا ما نظرت نحن الأقليات في أي دولة وليس فقط في العراق نحن نعتبر وكأن الأغلبية يجب أن تكون مراعية لظرفنا الخاص إذا ما قتل أو ذبح أو نسفت هذه الأقلية يعني عددنا في العراق 550 ألف شخص 95% مننا الآن مهجرين ونازحين والآلاف قتلوا والآلاف مفقودات ومخطوفات كيان كامل يعني داعش عندما جاء استهدف هذا الكيان الكامل لإزاحته عن بكرة أبيه بالكامل هذا ما فعله أنا معك ولكننا أقلية كان يجب حمايتنا أكثر من غيرنا وما حصل مع الإيزيديات من خطف وسلب واختصاب لم يحدث في أي ملة أخرى بدون شك أي انتصار في أي مكان سيكون له تأثير كبير على تعقيق الانتصار في المناطق الأخرى وبدون شك تحرير سنجار سيكون له تأثير كبير على تحرير الموصل أيضا إن شاء الله إعلان ضم سنجار إلى إقليم كردستان ألا يكرس هذه التفرقاء على أساس المخاوف من تفتيت العراق من أنه سيصبح كانطونات على أساس المذهب أو العرق أو القومية ما رأيك بهذا الإعلان؟ لا شوفي كان هناك في عام 2007 حسب الدستور العراقي أن المواد الخاضعة للمادة 140 أو المناطق المتنازعة عليها أو الخاضعة للمادة 140 من ضمنها كانت سنجار كان يجب أن يكون لو كان قد طبق الدستور العراقي في ذلك الوقت هذا البنت كان هناك استفتاء وسيختار الشعب من يريد أن يكون معه يكون مع كردستان أم يكون مع الحكومة أو العراق ولكن الآن لا استفتاء ولكن الآن لا استفتاء ولكن انظري من الآن حرر السنجار يعني كل من يحرر منطقة سيضمها إليه لا لا ليس منطق ما نتكلم به الوقت يدركنا ولكن لابد من الحديث ما هي الخطوات المقبلة بالنسبة للأيزيديات المختطفات لدى داعش ما هي خطتكم؟ يعني بصراحة أنا شخصيا ليس لدي خطة واضحة أو ممكن أن نقوم بها لمساعدة المختطفات هذه يجب أن تقوم بها حكومات لأن هؤلاء عصابة خطرات تنظيم إرهابي وأختطفها هؤلاء البنات ولكننا نسعى وطبعا حكومة تقليم كردستان تساعدنا في هذا الموضوع بشكل كبير جدا بأنه محاولة تهريب بعض البنات أو شراء بعض الفتاة عندما يباعا فهذا ما نقوم مثل الدفع الفدية أيضا هناك نقطة مهمة الآن بعد تحرير سنجار العودة إليها قد يكون صعبا كما أسلفت قلت إنها حرب أرض محروقة إلى ما سيعودون هؤلاء الذين يحيون الآن داخل المخيمات؟ لن يستطيع العودة في هذه الظروف ولكن نحن مقبلين على أنه ربما هناك مشاريع لإعادة أعمار سنجار إذا ما تم إعمارها وإذا ما تم حمايتها بشكل قوي من قبل أي جهة كانت بالتأكيد سيكون هناك رغبة يعني أنا أستغرب أن هناك عوائل الآن رغم هذا الدمار تعود إلى سنجار ويعودون إلى هذه البيوت المهدمة ويعودون إلى يعيشون في هذه الأنقاض ربما يشعرون بالانتماء الكبير لبلدهم ولمنطقتهم فنحن مقبلين على التحدث مع الحكومة العراقية والمنظمات المجتمع الدولي وحكومة قليم كردستان أيضا أخذت على عاتقها إعادة إعمار سنجار نعم ختاما لابد من الحديث عنك كشخص يعني ربما للأسف أن المأساة قد أعطتك بعض الهالة على الساحة الدولية ولكنها بالفعل هذا ما حدث لك شخصيا يعني أنت حستي على جائزة أنبوليتكوفيسكايا السنوية للمرأة في النمسا عام 2014 أيضا حستي على جائزة برونو كرايسكي لحقوق الإنسان عام 2015 بالنسبة لك شخصيا كيف تنظرين إلى نفسك الآن في المرآة بعد هذه المأساة وهذا يعني فعلا حققت إنجازا بالنسبة لي اسمحي لقوميتك لك كعراقية وكأيزيدية أنا حصلت في قبل يومين أيضا على جائزة تكريم للمرأة الريادية في الوطن العربي يعني طبعا هذه كلها تحملني مسؤولية أكبر تجاه أبناء بلدي بشكل عام وتجاه الأقليات واليزيدين بشكل خاص عندما أنظر إلى نفسي بالمرآة سؤالك كان هذا ربما لا أجد فيان قبل 2014 أرى شخص آخر عليه مسؤولية كبيرة ويجب أن يقوم بها يجب أن أعطي كل ما أستطيعه لكي أخفف ولو قليلا عن المآس التي يمر بها الناس وماذا تقولين للأيزيديين والعراقيين الذين لا يشاهدونك ما هي رسالتك الآن؟ أنا أقول للعراقيين يجب خاصة للكتل والأحزاب الكبيرة المسيطرة على المشهد العراقي يجب أن يكونوا حاميين للأقليات لأن ليس لدينا إلا أنتم من يكونون أعونا لنا أما لليزيدين فأنا أقول إننا في مرحلة صعبة ويجب أن لا تكون لدينا ثقافة الانتقام تخافين من ردات الفعل؟ نعم لأن يمكن أن تحدث لا أستطيع أن أمنع شخص قتل كل أهله أمام أعينه وأقول له هذا عدوك ولكن لا تفعل شيء ولكن نقول لهم هناك قانون نحن سنعمل على أن القانون يأخذ مجراء لا للسياسة الانتقام لا للسياسة العنف ما فعله هم هذا كان يعبر عنهم ويجب أن لا نكون مثلهم يجب أن نمثل ديننا الذي يدعو إلى التسامح وإلى المحبة وإلى الوئام لهذا يجب أن تكون لنا هناك رسالة سلام على كل أن أي منطق أي فكر يسمي نفسه دين يدعو إلى نفس الفكر أنا أتحدث عن داعش نعم كما قلنا في البداية الإرهاب لا دين له لأنه يمارس بحق كل الأغيار وهو أصلا منافي للإنسانية بشكل عام سيدة فيان الدخيل شرفتنا بحضورك اليوم فرصة سعيدة أن نلتقيك بعد تحرير سنجار ونتمنى أن يشمل هذا التحرير كل الأراضي التي لا تزال تخضع لاحتلال فكر متطرف شكرا جزيلا لك وشكرا لمتابعتكم مشاهدين لهذا اللقاء دمتم رأي أتلا